اشتركوا في القناة 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 يزخر المغرب بطبيعته المتنوعة الخلابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المغربة المغربة بتاريخ عريق تزال مجموعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المدن من المدن العريقة من المدن العتيقة من المدن العريقة العتيقة من المدن العتيقة والمآثر العظيمة والمآثر العظيمة والمآثر العظيمة شاهدة على أصالته وغناه وغناه جيد بارك الله عليك إذن الآن سنتقل عند ظهرات قرنين الفقرة الثانية تفضي ظهراء يتميز المغرب بموقع جغرافي هام جعله صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا يحده البحر من جهتي الشمار والغرب والجزائر شرقا وموريطانيا جنوبا أحسنتي جيد بارك الله عليك سنتقل الآن عند حنان تفضي حنان يزخر المغرب بمناخه المعتدل وبطبيعته المتنوية الخلابة فهناك الغابات بآلاف الهكتارات وهناك الصحراء الممتدة والسلاسل الجبلية التي تعتبر منبعا أساسيا للمياه العذبة والسهول الفلاحية والسهول الفلاحية الخصبة والسهول الفلاحية المنبسطة الخصبة المنب المنبسطة الخصبة كل هذا أهله ليكون وجهة مفضلة للسياح مستمر فلنكن فخورين ببلدنا ولنحافظ على أمنه وسمعته ولنتمتع بجماله ولنتمتع بجماله تبارك الله عليك جيد قراءة دي لكم كانت قراءة جيدة كانت قراءة في المحل دي لها هذا داري على أنكم ركت قراءة في البيوت دي لكم فهذا حسن جدا بمعنى كنتمنى كذلك المشاهدين دي لنا يكونوا يقروا هذه النصوص في البيوت دي لهم باش يوصلوا هذه القراءة ليصلوا لها اليوم لأنها قراءة فعلا قراءة جيدة تبارك الله عليكم لآن شكون غادي يذكرني بواحد النشاط اللغوي سبق لنا شفناه في الدروس السابقة واحد النشاط اللغوي شوفوا حانا تفضلي تعلمنا كيفاش نطرح السؤال فعلا تعلمنا كيفاش نطرحه سؤال سؤال احسنتي اليوم غادي نتعرفوه على واحد نشاط اللغوي جديد وغادي نتعرفو عليه من خلال هالتلات الجمل اللي غادي يظهروا امامنا على الشاشة اذا انتبوا معي مزيان هالتلات الجمل اللي كي يظهروا الآن على الشاشة عندنا ثلاتة دي الجمل كما كان شوفو الجملة اللولى الشرف في خدمة الوطني والجملة الثانية أدافع عن وطني والجملة الثالثة أحرص على التمتع بجمال طبيعة وطني إذن عنات لتدي الجمل فضلي زهر قرانينا الجملة الأولى الشرف في خدمة الوطن أحسنتي حافظ قرانينا الجملة الثانية أدافع عن وطني أحسنتي هنشوف خذيجات قرانينا الجملة الثالثة أحرص على التمتع بجمال طبيعة وطني بجمال طبيعة وطني أحسنتي جيد كما كتشوفوا معي الآن في الجملة اللولى شحل عندنا ديال لكلمات في الجملة اللولى فضلي زهر أربعة لكلمات فعلان أحسنتي عندنا ربعا ديال لكلمات إذن تبع معاني بزيان عندنا ربعا ديال لكلمات لكلمة اللولى زهر شنا هي الشرف أحسنتي الكلمة الثانية حافظة فضلي في مزيان نشوفه حنان تعطينا الكلمة الثالثة خدمتي خدمتي جيد خديجة الكلمة الرابعة الوطني الوطني مزيان إذن كما قلتوك إن أربع ذي الكلمات في هذه الجملة لغسان عرفوه اليوم أن الكلمات مشي كلهم بحل بحل رأى الكلمات مشي كلهم بحل بحل كي اختلفوا غادي مدوا بالكلمة اللولة اللي هي الشرف الشرف هذه الكلمات رأيها إسم الكلمة اللي عندنا هنا إسم واش نقصده بالإسم هو الإسم اللي نسميه على أي حاجة الأسماء يمكن نقسمها الخمسة ديال الحويجات كأن الأسماء خاصة بالإنسان كأن الأسماء خاصة بالحيوان خاصة بالجماد وخاصة بالنباتات وخاصة بالطيور نشوف الأسماء الخاصة بالإنسان أعطيوني شي مثال حنان هودا هودا مزيان هذا اسم ديال الإنسان زهرة محمد جيد حفظة خديجة خديجة أعطينا الاسم ديال خديجة خديجة أعطينا الاسم ديالك أحمد نعم أحمد أحمد جيد إذن لدينا الاسم ديال الإنسان إما عائشة محمد حسان إلى غير ذلك من الأسماء إذن إما كنسمعه على الإنسان وكي تسمعه اسم أعطيوني شي أسماء ديال الحيوان حنان أساد أساد حفظة حفوان حفظة ديكون هدى وش حيوان هدى ولا من الدواجين الدواجين بمعنى غادي يدخلوهم من البين من البين طيور دخلهم من الفواسط يخطيور جيد جمال جمال أحسنتي خديجة حصان حصان مزيان أحسنتن إذن بمعنى عندنا فرص حصان فيل أسد هذول الأسماء ديال الحيوان وعندنا الأسماء كذلك نطلقوها على شي حاجة جامدة هشنا هي الحاجة الجامدة شي حاجة لي ما كتتحركش إلا ما حركنهاش ما غاديش تحرك مثلا الصبورة مثلا قلم هذا اسم طاولة اسم رمال حجر هش كنعطينا شي اسم آخر ديال الجامات حفظة مسجد عفوا نستسمح حفظة دائما كنت في اسميتك حفظة سم فيلي إذن أعطيني شي اسمية ديال الجامات مصباح مصباح جيد نشوفه زهرة مسجد مزيان حنان كتاب كتاب جيد خديجة ما الدرساته مزيان جيد والأسماء كنت لقوها كذلك على النباتات أعطينا شي اسماء ديالنباتات نشوفه حنان زهرة مهم زهرة شجرة مزيان أحسنت بمعنى أن الأسماء إما كنت لقوها للإنسان الأسماء ديالإنسان إما على الجماد إما على الحيوان إما على النباتات إما على الطيور مثل اللقلاق مثل عصفور مجموعة من الأسماء إذن هذه هي الأسماء اللي كنت لقوها على هذ الأشياء وكما أخصنا نعرفه على الإسم كذلك أن الإسم عنده مجموعة من العلامات دياله من العلامة اللولى أنه يقبل يدخل عليه آل التعريف كيكون عنده مثلا فارس وكيمكن يقبل آل التعريف وكيقوله الفارس وكيقوله مثلا وطن وكيقبل آل التعريف وكيقوله الوطن مفهومة بمعنى أنه يقبل آل التعريف كما كنشوفه في هذه الجملة اللولى الشرف دخلنا عليها آل التعريف كذلك الإسم في كيقبله وكندخله عليه تنوين كنقوله مثلا محمد فيه تنوين وطن فيل مدرسة مسجد إذن أشكونا في الأول أشكيقبل حنان في الأول التعريف مزيان ظهراء أشكيقبل ثانية تنوين حاجة الثانية يقبلها هي تنوين والإسم كذلك يقبل حاجة أخرى اللي هي الثالثة يقبل النداء وأدات النداء أشنها هي حفظة يا محمد أحسنتي يا محمد يا عسكري يا فاطمة إذن الإسم هذه هي العلامات دياله إذن من العلامات اللي اخصانع قلوا عليهم إلا بغينا ننميز الإسم بين الكلمات نقولوا على أن الإسم رايكيق بالأش آل التعريف واتنوين ويقبل كذلك أدات النداء أدات ديال النداء جيد إذن كما نرى في هذه الجملة اللولة الشرف راه هو ماذا اسم ثم عندنا بعد الكلمة اللولة عندنا كلمة أخرى ما هي هذه الكلمة خديجة في 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 هو حرف هو حرف من الحروف وهذا الحرف هو ما كيكونش عنده المعنى إلى مستقل بوحده إلا قلت مثلا في هذا ما كيكونش عنده معنى إمتى كيكون عنده المعنى الوقت فاش كيدخلف الجملة ولا الوقت فاش كيدخلف النص والحروف عندنا واحد عداد ديال الحروف عندنا مع عندنا إلا وكين حرف عن وكين حرف اللام وكين بي بمعنى كين مجموعة من الحروف اللي غادي نتعرف عليها إن شاء الله في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى ثم نشوفه لكلمة الموالية خذمة هاد خذمة واش اسم الله حرف اسم هي اسم اسم عقاش إذا نقدر ندخل عليها تنوين وغادي نقوله حنال خيدماتون خيدماتون إذن هي اسم ثم الوطني اشنا هي حافظة اسم اسم علاج فيه كيبا على أنه اسم دخل عليها التعريف جيد تبارك الله عليك إذن فهمنا الآن اشنا هو الفرق بين الاسم وبين ماذا بالحرف وبين الحرف بين الاسم وبين الحرف إذن غادي نطلب الآن من خديجة تقرنين الجبلة الثانية ادافع عن وطني ادافع عن وطني كتشوفوا هذه الكلمة اللولة هذه الكلمة اللولة هي كنسميها فعل علاش فيها واحد نوع ديال الحركة عش كندير ودافع بمعنى كنت تحرك كنجتهد كنخدم مزيان كنقرأ كنحيد لأمية ديالي كنخدم كنحطرم الوقت كنحطرم الوقت للعمل ديالي علاش باش نساهم في تنمية ديالي لاش الوطن ديالي وباش ندافع الوطن ديالي اذا كندير ع حركة حركة بمعنى كندير شي عمل وهذا كيتسمى فعل ادافع كيتسمى فعل والفعل هو اي حركة كيديلها الانسان وكيعملها الانسان مثلا ادافع مثلا اكتب انا ش كندير اكتب اعطيني شي فعل ظهرة انا انا ادرس اذا اشنا هو الفعل اذا هو الفعل ما انا اي الفعل هو انا لا ادرس انا هو ضمير كيما شفناه في الحلقات السابقة ادرسه بمعنى انا كندرس اذا كندير واحد العمل واحد العمل اذا فهو فعل شي فعل اعطينا شي فعل حفظة اطبوخ مزيان جيد تبارك الله عليك نشوفه حنان اه يعني اطبوخ شي فعل اه كتبتو كتبتو جيد هذا فعل بمعنى اش كنت كتدير كنت كتب كنتي كتكتبي جيد نشوفه خديجي لعندها شي فعل انا اقرأو مزيان خديجي تقرأو بمعنى الفعل شي حاجة لكي ديرها لكي ديرها الانسان جيد كما كان شوفه معايا فضل حرف التاني عفان فضل الكلمة التانية ودافع عن واش عن اسم ولا فعل ولا حرف نسوفه حفظة حرف جيد حفظة حرف وعندنا الكلمة الاخيرة وطني اشغالي نقوله زهرة اسم اسم جيد تبارك الله عليك اذا الان غادي نطلب من حنان تقرأ لنا الجملة الاخيرة فضل حنان احرص على 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 التمتع بجمال طبيعة وطني بجمال طبيعة وطني جيد عندنا الكلمة اللولة خديجة الكلمة اللولة لها احرص واش هي اسم ولا فعل ولا حرف فعل احسنتي جيد عندنا الكلمة الموالية تفضلي قريها زهرة التمتعي التمتعي واش هي هذه الجملة اسم ولا فعله لا حرف اسم باش عرفت على انها اسم حدقل فيها التعريف تبارك الله عليك جيد عندنا واحد لكلمة مزيئة مع اخرى عندنا بي جمالي بي واش هو فعله لا اسم الله حرف حنان حرف هو حرف كما شفنا رأى حرف كين بي كين حرف اللام كين علاء كين معا اذا هذا ايضا يعتبر من الحرف بي اما جمالي خديجة اسم اسم جيد تبارك الله عليك طبيعتي اشغل ينقلوا عليها حفظة اسم جيد وطني اشغل ينقلوا عليه زهرة اسم جيد تبارك الله عليكم اذا ليبغيناكم تعرفوه اليوم هو ان الكلمة رافكة من تقاسم الى ثلاثة اقسان كما كنشوف الجملة هاي الجملة كما كنتشوف معا في الجمال كين نربع هذه الكلمات في كل جملة كين فيها جوج كين فيها ثلاثة كين فيها ستة ولكن هذه الكلمات كلهم ماشي بحل بحل اذا في الكلمة تنقسم الى ثلاثة اقسان شكونا هو القسم الول حنان اسم جيد خديجة القسم الثاني حرف مزيان تبارك الله عليك حفظة القسم الثالث فعل تبارك الله عليكم هذه هي غادي نشوفوا الان هاد القاعدة ها هي الان على الشاشة دينا الكلمة ثلاثة انواع اسم حرف فعل قرأيها زهرة الكلمة ثلاثة انواع اسم حرف فعل جيد حفظة الكلمة ثلاثة انواع اسم حرف فعل جيد بارك الله عليكم اذا كانت من تكونوا استوعبتم معنا بزيان هاد الحصة لقرنا فيه الاقسام دي الكلمة والانواع دي الكلمة الفعل والاسم والحرف وقبلنا ان شاء الله هاد الحصة غادي نكلفكم بواحد الواجب المنزلي اللي غادي يظهر امامنا الان على الشاشة ليه هو هذا كما كتشوفوا معنا عندنا مجموعة من الكلمات وعندنا واحد الجدول الخانة اللولة فيها ليسمه الفعل الخانة الثانية الحرف في الخانة الثالثة اللي نطلب منكم هو انكم توضعوا كل كلمة في الخانة المناسبة نقرأ هذه الكلمة اللولة متحررة الكلمة الثانية على فخور يربح مخلصة في العمل قرأت ب بلدي لنطلب منكم الان هي كل كلمة توضعها في الخانة المناسبة الى هي اسم نحطها في الخانة ديالها والاسم كما قلنا رأى عنده العلامات دياله الى هي فعل الفعل قلنا من العلامات دياله انه الانسان كيتحرك فيه اي اللي فيه حركة نحطها في الخانة ديال الفعل الى هي حرف نحطها في الخانة ديال الحرف وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غضي نصحوها التمرين إذن واضح التمرين؟ نعم تبارك الله عليكم وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة دي المادة القراءة والكتابة في هذه الحلقة وغضي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحاضرات أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الحصة دي اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفيتة ونتمنى أنكم تكونوا أنجزته وأنجزوه معنا كذلك الحاضرات مزيان؟ حانان؟ حكيمة في نول واجب إذن قتلك وحدة خديجة مزيان حبيبة جيد فاطمة حكيمة 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 شنو كان المطلوب منكم في هذا الواجب؟ أن كل آيان نرتبط كل كلمة ندلوا المعنى لكي نسبها مزيان كل كلمة ندلوا المعنى لكي نسبها يلا قرأينا ذلك الكلمة الأولى وعطيناها المعنى لكي نسبها سقياها نعم شربها ونصيبها من الماء حسن إذن المعنى ذلك سقياها هو شربها ونصيبها من الماء خديجة الكلمة الثانية قرأيها لنا وعطينا المعنى ديالها انبعث نعم انطلق بسرعة مزيان انبعث انطلق بسرعة هو المعنى ديالها حنان كلمة الموالية عقروها عاموا المعنى ديالها حنان قطعوا قوائمها قوائم الناقة بهذا في قتلها جيد أعيد مرة أخرى قرأة الجملة جواب صحيح غير عاودي قرأينا الجملة قطعوا قوائم الناقة بهذا في قتلها جيد اذا قطعوا قوائم الناقة بهذا في قتلها قطعنا الكلمة الأخيرة حفظة عقبها عقبها عقبه 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 إهلاك عم وتدمير وتدمير القوم القوم العصا 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 جيد إذن هو المعنى ديال عقباها عقبة إهلاكي وتدميري القومي العصاسي مزيان إذن الآن من بعد ما نجزنا جميع هذا التمرين هذي ندوزه الآن باش نقرأ قراءة صحيحة الوحد الحرف اللي عندنا في واحد الكلمة في هاد الجزء من صورة الشمس إذن نتبه معي للشاشة إذن عندنا حرف الطاء الطاء في الكلمة ديال بطغواها بطغواها عندنا الحرف ديال الطاء في الكلمة ديال بطغواها كيف ما كتشوفوا على الشاشة الحرف ملون باللون الأحمر إذن بطغواها بطغواها إذن الكلمة عندنا اللي كتبه بحرف الطاء طغواها طغواها أعيدي قراءة خديجة طغواها مزيان حافظة طغواها مزيان حنان طغواها طغواها أنطلب من زهرة باش تقرأ لي آية كاملة كذبت ثمود بطغواها مزيان طغواها إذن هاد الحرف هادا خصنا نقراوه مفخان كان غلضوه في القراءة دياله علاش؟ باش ما يتشبهناش بالحرف ديال التاء باش ما يتشبهناش بالحرف ديال التاء فكان قراوه بطغواها بطغواها لأنه إلا ما يتشبهناش وغلضناه سيبال نبحن التاء منين كي للمخرج ديال هذا الحرف؟ المخرج ديال هذا الحرف هو طرف اللسان مع السنان الفقانيين هو التاء كيتشبه في نفس المخرج ولكن خصنا نطقوه بطريقة مختلفة إذن التاء كتكرة طغواها طغواها عاودي خديجة طغواها مزيان عاودي حنان طغواها 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 عاودي حافظة طغواها نعم طغواها كذب الثمود بطغواها إذن هادا هادا قراءة الصحيحة لهذا الحرف كان قراوه مفخم وكان خرجوه بطريقة الصحيحة مغلض باش ما يشتبهناش بالحرف ديال التاء إذن من بعد ما قررنا القراءة الصحيحة ديال هادا الحرف اللي هو حرف الطاء هادين دوزوا الآن باش هادين دوزوا الآن باش هادين طلب من زهرة تقرأ ليا الآيات اللولين ديال الآيات اللولين في هادا الجزء من صورة الشمس هادين تقرأ لنا زهرة حتى الآية 13 قرأي كذبت ثمود بطغواها عادي كذبت ثمود بطغواها ماذي يعني إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها جيد هادين طلب من خديجة باش تكملنا القراءة ديال هادا الجزء آخر من صورة الشمس فكذبوه فعقروها عادي وانتبه فكذبوه نعم شنو خطأ اللي درتي خادزة فكذبوه شنو شنو زدتي المد في الوحو زدتي المد الهاء وهي ما عندهاش المد عندها الضمه فقط عادي وانتبه فكذبوه فعقروها جيد فدمدم عليهم عادي فدمدم عليهم نعم فدمدم ما تنقرأوش فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فستواها عادي وانتبه بذنب حضروا هنا القاعدة اللي قريناه في الحلقة الفيتة بذنب مزيان يلا عادي بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها عادي الآية الأخيرة فلا يخاف فلا يخاف عندنا من الطبيعي هنا فلا يخاف فلا يخاف عقباها جيد إذن من بعد ما قرينا جميع هذه الآيات البينات الأخيرات من سورة الشمس هذين ندوزوا الآن باش نفهموا المعاني اللي كينين في هذه الآيات الكريمة إذن نطلب من حنان باش تقرأ ليا الآية رقم 11 في سورة الشمس تفضلي حنان كذبت ثمود بطغوها كذبت ثمود بطغوها ثمود بطغوها ثمود بطغوها حفظة هما القوم من الرسل صالح صالح هما القوم ذيال النبي عليه السلام صالح وشنو دارو هاد القوم كذب الثمود شنو دارو هاد القوم خديجة كذبو النبي ديالهم زيان كذبو النبي ديالهم وشنو السبب علش كذبوه زهراء كذبوه على حجاجة اللي هم على الناقة قبل ما نتكلموا على الناقة زهراء كذب الثمود بطغوه شنو السبب اللي خلهم يكذبوه لانهم كانوا طاغين كانوا معاندين الدعوة دياله وكانوا فيهم الطغيان اذا هدا هو المعنى ديال كذب الثمود بطغواها يعني ان القوم ديال تامود كذبو النبي ديالهم اللي هو صالح والسبب ديال التكذب هو العناد وطغيان ديالهم شكنت تقرأ لي الآية الثانية تفضل حنان إذ انبعث أشقاها جيد إذ انبعث أشقاها فهذه الآية عندنا جوج ديال الكلمات شرحناهم في الحلقة الفيتة شكنت تقول لي شكوناهم هذه الكلمات وستعطني شطرح ديالهم يلا ترى هي انبعث انطلق بسرعة انطلق بسرعة انطلق بسرعة انطلق بسرعة اللي كان شاقي اللي كان شاقي الكبير ديال القوم اللي كان شاقي نعم وهذا الشاقي اللي في قوم تمود هو واحد الراجل كان من أشرف القوم عندهم وكان عزيز ومطاع عندهم انطلق بسرعة كيفما قالت الناق ثرى انطلق بسرعة باشي اذي هذه الناقة ويقتلها هذا هو المعنى ديال قول الله تعالى انبعث أشقاها حفظة قرأينا الآية الموالية فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها حسن مزيان ماذا كنت تقول لي ماذا فهمتم من هذه الآية هذه حنان يعني الرسول ديالهم صالح قال لي هم ناقة الله وسقياه يعني هم الشرب دياله ها وهما كذبوا بال اذا قال لهم مرهم باش يسرع هذه الناقة ديالله تعالى قال لهم هذه الناقة رهية معجزة ديالله عز وجل وراه السقيا ديالها خليوها تشرب في النهار وانتوما تشربوا في النهار آخر إذا النبي صالح عليه السلام قال لهم هذه ناقة الله وهي معجزة جابيها باش يصدقوه وقال لهم كيفما جاء في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى لقد جاءتكم بيينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية وكيفما عندكم في السورة احضرهم وقال لهم عندكم تمسوا هذه الناقة بسوء وما تعدوش عليها وخليوها تشرب نصبها من الماء وكيفما جاء في نفس السورة التي هي سورة الأعراف قال لهم الله تبارك وتعالى وَلَا تَمِسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَمِسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شكونت تقرأ لي الآية الموالية تفضلي خديجة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها شكونت تقل لي الكلمات لكن في هذه الآية التي قرأت منها خديجة والتي صرحناهم فعقروها ما تعلم أنه كذا؟ فقتلوها قتلوها قطعوا قوائمها يعني قطعوا قوائمها فدمدم عليهم ربهم هي دمرهم مجيان من ذلك عليهم العذب حفظة فسواها يعني فسواها كل شيء طحي عليهم يعني العدف دي الله كل شيء كلهم مزيان حسن جدا إذن قوم تمود كذبوا صالح عليه السلام وعصاوا الأمر دياله من لي قال لي هم ما تتعدوش على الناقة وخليوها هي تشرب نهار وانتو ما تشربوه نهار لكن العصاث قتلوها العصاث قتلوها فالله تبارك وتعالى غضب عليهم لو قلت لكم علاش غضب عليهم الله سبحانه وتعالى حنان بسبب قتلهم الناقة بسبب القتل ديالهم للناقة والله سبحانه وتعالى في نزل عليهم العداب نزل عليهم كاملين هذا هو المعنى ديال فسواها يعني الله تعبارك وتعالى ما هلكش غير اللي قتل الناقة ولكن هلك الصغير والكبير الغني والفاقير ولكن هذوك الناس اللي كانوا مؤمنين هم اللي موصلهم والو هذا هو المعنى دي القول الله عز وجل فسواها يعني أن كل شيء سوا في العقوبة إلا المؤمنين اللي نجاهم الله سبحانه وتعالى من بعد منزل العذاب على الناس العصاص وهذا هو اللي كان أشار له الله عز وجل في سورة النمل فإن قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن احتهاد الآية هذه ركا تتكلم على هذ القوم وعلى هذ النبي وعلى هذ ناقة كذلك إذن قد نطلب من حنان باشتقرأ لي الآية الأخيرة فلا يخاف عقباها جيد أنا قد نقول لكم وإش الله سبحانه وتعالى يخاف العقبة لها العقاب اللي نزلو علي هذ القوم العصاص لا لا يخاف من لا يخاف من العاقبة من العاقبة ديالهم الله سبحانه وتعالى لا يخاف من العاقبة ديال التدمير ديالهم والهلك والهلك ديالهم لأنه هو القادر وهو المالك الوحيد إذن هل تنتبه معي من بعد ما اشرحنا المعاني ديال هذه الآيات الكريمات هل تنتبه باش نجزوه حد التمرين نحن أستاذ المشاهدين والمشاهدات اللي غد يتلقاوه فهذه الحلقة هذه في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادة القرآن الكريم وهذه التمرين هذه لكتعاوننا على الحفظ وكتعاوننا كذلك على الكتابة والتحسين ديال الكتابة إذن نتبهوا الشاشة بعدين نطلب منظهرها باش تقرأ لي الجمل والعبارات اللي كانين على الشاشة الملونين باللون الأحمر تفضلي زارة الهلاك والخسران الفوز برضى الله تعالى بسبب طغيانهم وعدوانهم بسبب طغيانهم وعدوانهم الجمل الأخرى خديجة أو الأسئلة الأخرى خديجة تفضلي لماذا عذب الله قوم ثمود ما عقبة من يكذب برسول الله تعالى ما جزاء من أطاع الله تعالى ورسوله 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 إذن المطلوب مننا ومن سيد المشاهدين والمشاهدات باش نجاوبوا على هاد الأسئلة بالجمل اللي عندنا على الشاشة حنان قرأين الناس الأول وجاوبيننا عليه انتلاقا مما هو مكتوف في الشاشة لماذا عذب الله قوم ثمود عام علاش الله تبارك وتعالى عذب القوم دير ثمود بسبب طغيانهم وعدوانهم حسن بسبب طغيانهم وعدوانهم إذن السبب دير العذب ديرهم هو الطغيان والعدوان ديرهم اللي شرنا له في الآيات الكريمة حفظة السؤال الثاني والجواب ديره ما عقبتش ما عقبتش من يكذب بالرسل الله تعالى الرسل برسل الله تعالى يلا عاودي جملة من البداية حفظة ما عقبتش من يكذب بالرسل بالرسل عندنا معرفة عندنا عرف علام برسل الله تعالى برسل الله تعالى يلا عطينا جواب حفظة ما العقبتش التي يكذب بالرسل دي الله عز وجل كيف موقعه التمود عدب ولكن قصتنا جواب على الشاشة فعلا الجواب ديك صحيح ولكن قصتنا جواب من الجواب اللي عندنا الهلاك 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 والخسران آسن الهلاك والخسران هو العقبتش اللي يكذب بالرسول دي الله تعالى يلا جملة الأخيرة خديجة سؤال الأخير وعطينا جواب دي الله ما جزاء من طاع من من أطاع الله تعالى ورسوله ورسوله نعم الفوز 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 بريض الله تعالى جيد الفوز بريض الله تعالى هو الجزاء دي الله الناس اللي يكذب الله تعالى والرسول دي الله عز وجل إذن من بعد ما نجزنا جميع هات التمرين فقد ندوزوا الآن باش كلفكم بوحد جوج دي الواجبات منزلية اللي غادي تلقاهم في الكتاب المقرر في النهاية دي الله الحلقة اللي اخدمنا عليها اليوم في الجزء المقصص لمادة القرآن الكريم في الحلقة القادمة إن شاء الله غادي نصحهم إذن نتبهوا معايا الشاشة هذن نطلب مننا زهرة باشتقرأ لي الكلمات قتلهم الناقة ثمود الناقة طغياني نعم مزيان حسن زهرة حنان قرأي لي الجمل قوم نبي تبيه تبيه قوم نبي الله صالح عليه السلام هم نعم معجزة نبي الله صالح تبيه معجزة معجزة نبي الله صالح معجزة النبي النبي الله صالح معجزة نبي صالح عليه السلام معجزة النبي صالح عليه السلام هي يلا خديجة جملة ثالثة وصف الله تعالى قوم صالح وصف الله تعالى قوم قرأنا فقط الكلمات اللي كانين في الجملة وصف الله قوم صالح عليه السلام بي مزيان يلا اظهر جملة اخيرة دمر الله قوم صالح عليه السلام بسببي مزيان ثم قرأتوا الجملة بطريقة سليمة اذا مطلب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش تكملوا تحطوا الكلمات المناسبة في الفراغات المناسبة ديالهم باش يكون معناه الكلمة مناسبين اذا من بعد هذ الواجب غدا نعطيكم واحد الواجب اخر اذا هو غادي تنجزوه غادي نبدأ بتصحيح دياله في الحلقة القادمة ان شاء الله انتبهوا معي الشاشة هذي نطلب من حنان باش تقرأ لي الآيات على الشاشة فكذبوهم فعاقروها انتبهي اعادي اذا خطأ كنت تكرر لي دائما اختيت انتبهي له فكذبوه فعاقروه مع النش فعاقروها مع النش الاليف مع النش المد نعم جيد اذا المطلب منكم في هذا التمرين هو ترتبوا الآيات كيفما كينا في المصحف المحمدي وكيفما قريناها في هذه الحلقة وفي الحلقات الفايسين اذا في الحلقة القادمة ان شاء الله قام بدأوا بتصحيح ديالهات الجوج ديال الواجبات وخصكم نجزوهم في البيوز ديالكم ونجزوهم معنا كذلك سادة المشاهدين ومشاهدات اذا بهذا نكون وصلنا النهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة اذا نخليكم مع مادة الحساب دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الحاضرات اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصنا لهذا اليوم من مادة الحساب اذا نزيد ان توسعوا في عملية الطرح بالاضافة ولكن بعدما نصحوا الواجب اللي كلفتكم به في الحلقة الفيتا اذا نشوف الانجازات ديالكم حانا نصحوا بصي الواجب مزيان حكيمة مزيان صحح خديجة مزيان مزيان حبيبة وطعمة مزيان صحح مزيان 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 مزهرة جيد اذا الواجب سيظهر امامنا على الشاشة اذا كان مطلوب منكم في هذا الواجب هو انكم نزق هات جوج ديال العمليات اذا نبدأ على بركة الله تقرننا حانان العملية الاولى تفضلي حانان ادنا 6584 ناقص 3192 مزيان اذا بدأنا حانان تفضلي بانجاز الواحدات عندنا اربع ناقص اثنان تساوي اثنان اربع ناقص اثنان تساوي اثنان زيديكم ملي عندنا تمانية ناقص تسعة لا يمكن نضيف واحد من العشرات جيد تقول لي عندي 18 ناقص تسعة ناقص تسعة تساوي تسعة تساوي تسعة مزيان السمري عندنا خمسة كرجال اضافة جاي دائما ننسى وش نرضو ذاك الواحد ديال اضافة العدد الموالي من الاسفل الرقم اللي في التحس كملي كنرجع الاضافة للميئات كي يقول لي واحد زائد واحد اثنان ناقص خمسة خمسة ناقص اثنان تساوي ثلاثة خمسة ناقص اثنين تساوي ثلاثة كملي عندنا ستة ناقص ثلاثة تساوي ثلاثة تساوي ثلاثة مزيان وهذا الباقي اللي حصلنا عليه تفضل قريه هنا زهرة تلتالاف و تلتمية و اثنين و تسعين ناقص ستة لا يمكن لا يمكن مزيان نضيفه واحد من العشرة من العشرة ستولي لدينا 14 14 ناقص ستة تساوي ثمانية نضيفه ثمانية و رجعه لإضافة العمود العشرة في التحس العدد اللي التحس ناقص واحد زائد ثلاثة تساوي ربعة أربعة أربعة ناقص أربعة تساوي صيفر تساوي صيفر و نطلبه من حنان نتكمل لنا الإنجاز لهاد العملية تفضلي حنان هنا خمسة ناقص اثنين تساوي ثلاثة ثلاثة خمسة ناقص اثنين تساوي ثلاثة سمري هنا سبعة ناقص واحد تساوي ستة تساوي ستة وهذا الباقي اللي حصلنا عليه تفضلي قريه هنا حافظة ستالاف و تلتمية و ثمانية نطلبهم زهرة تعودنا قراءة العملية كلها تفضلي زهرة ناقص ألف و ميتين و ستاوي ثلاثة و ثلاثة و ثمانية مزيان تبارك الله عليك إذن كان هذا هو صحيح الواجب كانت مننا كذلك أن أخواتنا المشاهدات و إخواننا المشاهدين يكونوا توفقوا في الإنجاز دياله إذا باش نزيدوا نتبتوا تعلم ديالكم العملية الجمع أو عملية الطرح بالإضافة سأخذوا الألواح لكم باش نزيدوا هذه العملية لذي تظهر أمامكم على الشاشة إذا العملية هي هذه شكون منكم تفضلوا تقرأنا تفضلي خديجة 3264 ناقص 2179 مزيان إذا تفضلوا خرجوا العملية للألواح دائما تبقوا القاعدة لقرنا في عملية الطرح بالإضافة وانتبهوا الوحدات مع العشرات مع المئات تكون في عمود واحد أشكر لكم العملية صحيحة احترموا عمود الوحدات وعمود العشرات وعمود المئات اشتركوا في القناة شكرا شكرا تفضلوا رفعوا الألواح رفعوا الألواح هنا يا حنان نشوفوا عمود العشرات عندك حنان عندنا هنا في الوحدات 4 ناقص 9 لا يمكن ضفتي 1 14 ناقص 9 تساوي 5 نرديز الإضافة للعشرات من الأسفل ولك 6 ناقص 8 لا يمكن ضفتي 1 للستة مجحل ولك هنا ستة عشر ناقص 8 كنت أعطينا شئ 2 اشحالة تعطينا ستة عشر ناقص 8 أعطينا خمس أعطينا ثمانية ثمانية صحيحة نفس مشكلة خديجة تنتي صحيح عمود ردد العشرات ستة عشر ناقص 8 سبعة زائد واحد كنت أعطينا ثمانية إذا ستة عشر ناقص 8 تساوي ثمانية وما شيء سيسعة نفس الخطأ حبيبة أخوص مزيان صحيح عندك واحد الخطأ أعطينا يا ماليكة ما الخطأ الذي أعطينا لك هنا أربعة ناقص سيسعة أعطيك خمسة بلا ما تضيفي الأربعة أولو أربعة ناقصي من هذا تسعود وبقتلك خمسة يمكن أن تخضي سيهامل تحسدرتي تسعود ناقص ربعة لا هذا خطأ كان بدول عمل يدائي من الملفوق أربعة ناقص سيسعة لا يمكن لأنها أربعة صغر من تسعود حتى نزيد هنا واحد كنضيف واحد دي العشرة كتولي أربعة عشر ناقص سيسعة عتى نحصله على هذا الخمسة ونواحد دي الإضافة هو لأننا نرد هنا أتولي ستة ناقص ثمانية لا يمكن أعطي لأن ستة صغر من ثمانية كنعود نضيف واحد من المئات لعند العشرة كتولي ستة عشر ناقص ثمانية تساوي ثمانية وهذا الواحد اللي يضفد من المئات سنرده هنا مرد يسيش سنرده هنا أتولي اثنان ناقص اثنين تساوي السفر عندي نصحوا على الشاشة باش تمكنوا معرفة الأخطاء ديالكم وتجاوزوها إن شاء الله مرة أخرى إذا ندزلوا للتصحيح على الشاشة كنت بدأنا بقراءة العملية تفضلي زهرة تلتالف ومئتين واربعة وستين ناقص الفين ومئة وتسعود وسبعين نزيان بدأنا بقراءة الواحدة تسهرة بدنا أربعة ناقص تسعود لا يمكن ما شك نديره؟ نضيفه لي واحد من العشارات عشارات أتولي بدنا أربعة وطاش نزيان أربعة وطاش ناقص تسعود تساوي 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 خمسة تساوي خمسة أيها نطلبو من حفيظة تكمل لنا الإنجاز تفضلي حفيظة نرده الواحد اللي سلفنا من العشارات فين غدين نردوها حفيظة؟ أحد العشارات الرقم ديالعشرات اللي في التحس ستة ناقص ثمانية لا يمكن نسنفه لي غنضيفه واحد من عند المئات نزيان غدين عود ونضيفه العشارات واحد من عند المئات غدين نجيبوا واحد من المئات لعند العشارات ما حال غدين تحسب هنا؟ غدين تقول لي ثمانية عشر لا هنا الفوق ماشي ثمانية عشر ثمانية عشر غين تبيب شوية لك حفيظة غدين نجيبوا واحد من المئات نحطه قبضة ستة ثمانية عشرات تقول لي ستة عشر ستة عشر ناقص ثمانية ناقص ثمانية تساوي غدين تبقى ثمانية غدين تبقى ثمانية غدين تبقى ثمانية غدين نطلبه من خديجة تكملنا دوزة خديجة للمئات نجوج ناقص واحد تساوي واحد لا قبل ما نقوله ناقص واحد نرجعوا لإضافة العمود للمئات العدد اللي التحت زيان نرجعوا بعد هذا الواحد اللي ضفناه نردوه عاد نحسبوه المئات تفضل خديجة نرجعوا لإضافة البلستها عند المئات العدد اللي التحت رقم واحد زائد واحد تساوي جوج جوج ناقص جوج يساوي سفر تساوي سفر نطلبه من حانان تكملنا وتدوزنا الآلاف ثلاثة ناقص جوج تساوي اثنان تساوي واحد تساوي واحد ثلاثة ناقص اثنين تساوي واحد وهذا الباقي اللي حصلنا عليه تفضلق رأينا الزهرة ألف وخمسة وثمانين جيد ألف وخمسة وثمانين هو الباقي اللي حصلنا عليه في هذه العملية فاش نزيدوا نتبتوا التعلم ديالكم لعملية التطرح بالإضافة غادي نجزو جميع واحد التمرين اللي كان عندكم في الكساب المقرر في الحلقة أحداش إذن التمرين هو هذا يظهر أمامنا على الشاشة عنا ثلاثة ديال العمليات ديال الطرح خصنا نقوموا بالإنجاز ديالهم إذن العملية اللولى نجزوها بشكل جماعي شكو نتقرأ هنا تفضل خديجة قرأنا العملية اللولى ثلاثة وربعين ناقص سبعة وثلاثين مزيان إذن ثلاثة وربعين ناقص سبعة وثلاثين حافظة تفضلي نجزينا العملية نبدأ بالعمود الوحدات ثلاثة ناقص سبعة لا يمكن لا يمكن نسلفه واحد من عند العشرة وضيفه واحد وضيفه واحد من عند العشرة غشتولي تلطاش ناقص سبعة سبعة تساوي تساوي ستة تساوي ستة مزيان كملي وغنردو الإضافة اللي خدينا من عند العمود العشرة نردوها العشرة العدد أو الرقم رقم كملي أربعة ناقص تساوي سفر تساوي سفر خديجة قرأنا هذه النتيجة اللي حصلنا عليها ستة ستة جيد ستة إذن نزل العملية الثانية العملية الثانية تينجوها بشكل جماعي تفضل قرأنا حنان أنا خمسمية وتمانين ناقص ستة وتسعين نتابع حنان نتابعي ناقص العدد اللي العديد ناقص مية وتسعين إذن فيه ثلاثة الأرقام وحدات عشرة سمئات تفضلي بدأنا ظهر الإنجاز لها العملية قدنا سفر ناقص ستة لا يمكن لا يمكن نضيفه لواحد من العشرة غتولي عدنا عشرة مزيان كملي عشرة ناقص ستة تساوي عشرة ناقص ستة تساوي 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 أربعة مزيان تساوي أربعة أردو السلف أردو الإضافة للعشرة تساوي ثمانية تساوي ثمانية تساوي ثمانية إنجاز تساوي أربعة تساوي ثمانية ثمية وربعة وثمانية ثمية وربعة وثمانية إذنا عملية ثالثة هادي العملية الثالثة هادي تفضلت نجدوها على الألواح هاشنشوف واشفهمتهم زيان ندرس تفضلوا نتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين ينجزوا معنا هاد العملية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة